عمر وفيكتوريا كتار كمان من المتابعين على اليوتيوب بيشوفوا تفاصيل حياتهم اليومية من مشاهير وأزواج السوشيال ميديا حبينا نختم معهم حلقتنا لليوم لحتى نتعرف أكثر وأكثر على تجربتهم مساء الخير عمر أهلا وسهلا فيك بضيافتنا هلو فيكتوريا سلام عليكم وعليكم السلام شكرا أميلي أميلي أنا أكسلنت أكسلنت منتاز عمر تعرفت على فيكتوريا فين؟ تعرفتنا لبعض في أوكرانيا سافرت أوكرانيا كنت عمل تطوع أن أنا أعلم الأطفال هناك إنجليش وقابلتها هناك في المكان اللي بنعلم في الأطفال إنجليش فعلمتك أوكراني؟ أعلمتني أوكراني وروسي وأنا أعلمتها العربي شوية هلو ده كان من كم سنة تقريبا؟ ده من 2017 من 2017 ودي صار لعيش معك في مصر؟ في مصر حوالي أكتر من سنة ونص أكتر من سنة ونص عيشي هوني فكرة الفيديو اللي طلعتوا فيها تديتوا فيها بأوكرانيا ولا لأ بس جيتوا على مصر؟ لا بدأنا في أوكرانيا بدأنا في أوكرانيا والموضوع يكمل معنا في مصر إن إحنا حابنا نوري الناس مصر يعني من منظور الكاميرا بتاعتي يوصل لأوكرانيا فندعم السياحة لمصر إيه؟ حلو حلو الفكرة وبرضه كمان نقدر نتفهم أكتر ونعرف عدية الأوكرانيين بالزبط أكلتهم وشربهم وأكلتهم وشربهم وطريق تفكيرهم كمان حاجات بتختلف إنت إيه اللي تعلمتوا من أوكرانيا؟ الأكلات الأوكرانية حاجات زي كده يعني إيه أكتر أكل هنا مشهورين فيها؟ في أوكرانيا البرش البرش الأوكراني أكتر أكل مشهورة دي عبارة عن حوالي يعني شربة خضر بس هم مش بيحبوا يعترفوا بها أنها شربة بس هي شربة خضر بنزبانك كمصريين معتبرهم الأكلة الرسمية دي زي الكوشري عندنا كده آه أوكي بورش يعني دي من الأكلات التقليدي الأساسية جدا الأساسية وأكلة مقدسة فيكتوريا تحكي عربي؟ شوي 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 يعني يو سبيك نو باد يو سبيك عربي أوكي هاو دي فاند إيجبت؟ إيه رأيك في مصر آه براف عليك لكن رح أحكيك بالعربي إيه رأيك في مصر؟ مصر أم دونيا أنا بحب مصر جدا أول مرة شفتيها أول مرة شفتيها أول مرة شفتيها أول مرة شفتيها أول مرة شفتني من الوكراين آه أول مرة شفتني هو أوكراين وقد كانت أول CMS أول مرة شفتيها ولكن مع في Yokra PM أول أجدت كانت خايفة بعدين فقط اوضيت علا الوضع وأتقلمت انت بقيت مصرية جدا. اتأقلمك. صح. فلا زيما. مصرية. زي مصرية. طب انت بتقليله دايما بالفيديوهات يا زعيم. ايوه يا زعيم يعني عشان عشان جوزي حلوة جدا وميكينج. ايوه. 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 بتدلع حلو. لا لا. بتدلع حلو. فيديوهاتكم عبارة شو المحتوى اللي بتقدموها. على اليوتيوب محتوى تعليمي وعلى التيك توك طرفيه الى حد ما. بنتكلم عربي على التيك توك. وعلى اليوتيوب محتوى تعليمي بنعلم اللغة الروسية. بحاولها ووري لهم اوكرانيا عاملة ازاي كعادات وتقاليد واكل. ودلوقتي بنعمل فيديوهات في مصر عن السياحة في مصر. بننزل شرم الشيخ. بنروح خان الخليلي. بنروح للمناطق دي. نوري للناس كلها مصر جميلة وحلوة. اوكي. يعني تقريبا كم فيديو سهر عندكم؟ عندي على اليوتيوب 81 فيديو. 81 80 ما بين اوكرانيا وما بين مصر مصبوط. اوه يعني حوالي فعلا 40 اوه يعني نص نص. اوه او. اوكي. عنا فيديو خلا نتبعوا انا وياكم المشاهدين لحتى ناخد فكرة عن شو عم نحكي. شوية بقى شيف شربيني اهو. ايه ده بقى يعني. شوية كفتة. ده الكفتة ده عمري ما عملت كده بس ايه بنحاول. شكري هفشل. ده نيفة. ده كفتة كميرة. شوية الكفتة زال عصلك دهان والله اتمنى تيجوا وتزرونا وتاجلوا معنا. طب يشت بي لايك ذات؟ نو يعني ام تراينج اتس اوكي. شوية الكفتة بقى. ورق وقلم مكتبي معنا ستن كل. خطورنا يا زعيم. هتعورنا يا زعيم. شو لها ازاي كده؟ كده كده. اهو. حاجة زال العسل يعني اجدعان ان شاء الله. ان شاء الله. شوية لايكات كمان. اعملوا لايك بقى اعملوا لايك. اعملوا لايك. اعملوا لايك. لا الكفتة كبيرة. الكفتة حلوة جدا. لا او بتقرسها منيح. يعني تبرمها كويس يعني. لا دي مصرية مصرية وانا شفتي بعمل الكفتة ازاي خبرة في الكفتة المصرية. تاكلة بالشارع؟ يعني يو ايت؟ ايو. يو ايت اوتساد دهوم يعني. ايو ايو. كله حيغة. انا بحب كله حيغة هنا. شو بتاكلة بالشارع؟ شو بتاكل مصرية؟ كفتة بكباب اكيد. وكوشري. انا بحب كوشري جدا. اوكسن باللي. انا بحب كوشري. اوات اوات. اوات. اوه انا بحب سويت بس بوسا كنافة. و بردوان. أصير بردوان. مصرية. مكرونة بشاملة. ملوبة. فتة. كله حيغة. كله حيغة ما شاء الله. ايوه. ميزانية لحالة فيكتوريا. اوه لا. فصة تانية خالص. هي بدأت بالكباب والكوفتة يعني. لعني ما بعرف اللي هيو. عم بتسمي الأكلات حسيتها سويت اكتر من مالح. اوه. يعني the way you pronounce them. it's very different than the way we are announcing them. اوه. اي اي اتراي my best. اقسم بالله. بس it's sweet by the way. even the salty. شكرا. الفشكرا. الفشكرا. اليوم في انتقادات اكيد بتتواجه للكون. متل كل شخص بيطلع على السوشال. اكتر انتقاد انت ما حبيته. انتقاد لينا. مرة تاك بتطلع معاك ليه. اوكي. ده اكتر انتقاد يعني. بس فين وفين لما بنقابل حاجة زي دي لان احنا مش بنعمل يعني مقالب او مش بنعمل حاجة زي كده. بس بقابله يعني بيعدي عليه. وبتجاوب على الموضوع ولا لا؟ لا لا مش بجاوب. ده ما انا عارف ان انا بعمل حاجة صحة فمش محتاجة خش في منقشة مع واحد فكر ان انا بعمل حاجة غلطة. هو اصلا مش بيشوف الفيديو بيخش يكتب التعليق وروح لحد تاني مع زوجته يقول له نفس التعليق. فمش باهتم الصراحة. بتحس يعني اللي بيتقلق اليك بيتقلق غيرك يعني ما فيه اي مشكلة. بالزبط. هي وجودك اليوم مع فتاة اجنبية وزوجتك واوكرانية بيعطي اضافة عمر يعني فيه اضافة للمحتوى اللي انت بتقدمه. متى يقلي اكيد. فيه عنصر جاذب اكتر. بيعمل بيعمل ميكس كويس بين العادات هنا والتقاليد هنا. وبنقدر نطلع بحاجة كويسة احنا الاتنين نبين الناحيتين. فدي حاجة كويسة انا شايفة من الناحيي حاجة كويسة قيد. ام 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 ام. الا الشيء اللي عمر مبيخليك اتعمليه. بيقولك ايك لا. لا تحتاج عمر هذا. أمام على الكاميرا ممنوعك تعمليه. أمام على الكاميرا؟ ام ام امه جد. راكم واهد. نحن النحن ، هي للناس الذين يريدون التربية. والاقابل حلق بين الوكرانية واليكيبشنية. يعني اعني نعم الاجسر تواصل ما بين اوكرانيا ومصر رقم اتنين سننا رقم اتنين إذا لم نقول شيئا كما جلس لنا لأننا نتعب لنشرحنا ونحن نتعب لكل نهاية ونريد أن نجد شيئا مهم للعالم أصدقا المحتوى التي تقدمها يكون محتوى مفيد لكل من تبعها بالظبط لا يريد أن نكذب على أحد فلن يجب أن تجب على أحد هذا هو الثاني ثاني لم نتحدث عن عبارة إنه عامل. حياتكم الخاصة ممنوع تتناولوه. ممنوع خالص. ومناسبت فرانكس. مناسبت بعض حياتي. وليس فرانكس. نشوف منها هدف. يعني الناس ما بتشوف أبداً حياتكم الخاصة. من خلال فيديوهات؟ أكل أو صفر أو تعليم. حاجة برا عن كده مش محتاجة. لأحياة خاصة. أتلحها للناس لي يشوفوها ليه. مش شايف فيها هدف. كان معي قابلكم. حياتهم الخاصة بتنشيف. وعندهم وشة نظر كمان. ممكن إذا سمعتها تلاقي فيها وشة نظر. ممكن. ديما بدقي إن أنا مش محتاجة أظهر حياتي الشخصية أو حياتي الخاصة على الملأ. دي حاجة بتاعتي أنا. دي تبقى خاصة بي أنا. اليوتيوب لحاجة تانية مش لازم تبقى الحياة الخاصة يعني. أوكي يعني تعليمي المحتوى اللي عم بتقدموه محتوى سفر وتعليمي فلوكز. إيه يعني محتوى إذا بدك تثقيف تعليمي أكتر توعوي أكتر. بالضبط. المهم إنه هو يوصل حاجة للي بيشاهد. لكن لو شفني بعمل مقلب أو شفني بتكلم عن حتي الشخصية. إنت استفدت إيه ولا حاجة. فأنا عايزة الناس تفدر معلق معهم عمر وفيكتوريا بيعملوا حاجة كويسة. بيقدموا حاجة كويسة. وده اللي موجود من التعليقات الناس كلها عندي. زي كده. في حاجة جديدة عم تحضروا له دلوقتي. هنلف في مصر كلها قريب إن شاء الله. وبي فيديو ويت برضو تعرفوا على المناطق الأسرية والسياحية. وبالضبط ده موجود في الخطة إن شاء الله اللي جاي حاجة كوية جدا. هننزلنا مصر مخصوص عشان نعمل كده. هنوم. بدأ اتمنى لك كل التوفيق. تانكيو كتير لحضورك معنا عامل. شرف ليه. فيكتوريا. أيوه. أيوه. ما شيف الحمال حسيتك مبسوط. فرحانة قوي. أيوه. هل الكلمات اللي بتعرفين بالمصري كتير؟ ووردس. ووردس ان اجيبشن. ووردس ان اجيبشن. انا ارفو ووردس ان اجيبشن. مليمة. مياس تا. يكبير. كله هيجا. كله هيجا. أحب العلماء الوكالي حسنا يا كبير أحلى شيء أقول لك يا كبير أنا عاوزة ماية شوية شوية ممكن حسنا تعرفي تقولي باي للمشاهدين لك سلام طلع هاي الكاميرا قولي خلا تخلص حلقتنا معك ويال this is the camera سي باي باي حسنا شكرا لكم جدا تاهيا مصر ومصر أم الدنيا برافو خلصنا اشتركوا في القناة